وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 94 قضية تموينية بمضبطات تقدر بنحو 135 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من ثمانية أطنان سلع غذائية مختلفة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 72 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 53 طن أسمنت